هل انت كنت حاسس ان انت عندك الموهبة وحاسس ان انت لما رحت النادي الاهلي ودخلت خلاص وكابتن السايس كلمك وقالك الكلام ده انت حسيت بينك وبين نفسك ان انا لعيب موهوب ولازم اشتغل على نفسي كتير عشان ابدأ احط نفسي ولا انت خلاص بساط ان النادي الاهلي اخترك في الناشئين يعني لا حسيت ان انا موهوب طبعا لان كلام كابتن السايس وكلام زميلي حسسوني ان لا انت عندك موهبة ممكن تكون موهبة كويسة بس ما كنتش اعرف بقى رايحة لفين وانت عارف حضراتك كمان يا كابتن الشغل كمان كان مختلف زمان يعني برضو انت في الاخر بتتمرن ساعة ونص الناس ما تعرفش عنك حاجة طب انت رحت فين طب عملت ايه طب كالت ايه طب دي نقطة مهمة جدا جدا والله في الولاد الموهوبين الناشئين انا اتمنى كل الاندية اهتم بالمرحلة السنية ديت وبالتغذية وبالتمرين والكلام ده وتبقى عارف الولاد ده رايح فين وجاي منين وعنده اخواته ولا ما عندوش بياكل ولا ما بياكلش بياكل ايه وبيعمل ايه في حياته سلوكياته كلها دي نقطة مهمة جدا لكن اشتغلت السنة دي بشكل رائع طلعت بقى احسن لعب في البطولة وطلعت هدى في البطولة وعملولنا حفلة في الاخر سلمونا ايه بقى شهادت السمار دي حاجة برضه من الحاجات اللي انا اتمنى انها ترجع ايه هي بقى تخيل يعني توقع كده حاجة عمرك ما تتوقع عارف ايه اه وهم بي مش فاكرة كابت صالح سليم ولا كان مين كابتن عبدالصالح الوحش كابتن عبدالصالح الوحش كان رئيس النادي بيعمل حفلة وبيسلم على كل الناشئين اللي بتتفوق وتتميز وانا كنت كابتن فريق هدى في البطولة احسن لعيب في البطولة كنت متفوق في الدراسة جدا في الاول كنت متفوق لغاية لغاية دقريبا لغاية لما والدي توفى لغاية تانية سنوي كده بدأت بقى بعد لما والدي توفى بدأت الدراسة تتهز بحكم الكورة وبحكم كده الدونا ايه بقى جايزة كتب كتاب كابتن مصطفى عبدالح كتاب الكابتن محبوض الخطيب الكتب دي بقى عندي الغد كتاب الكابتن مصطفى يونس تخيل مكتوب في ايه الكتب دي انت عارتها هاجيبلك طبعا ايه مكتوب في ايه انا او مر اسمع الكلام ده والله العظيب يا رب افتكر هو كتب كبير يعني يا اما عنيس منصور يا اما حد عمل لوكو كتب بقى ساميكو اه فالجايزة كانت خمس ست كتب وفيه كتاب انا فاكر نجوم مصر كان فيه كابتن حسن شحاتة وكان فيه كابتن طاب بصري فهتمسك الكتاب كابتن على ابو جريشة اه تلاقي الكاتب مكتوب ان كابتن مصطفى عبدو موليد كذا وانه بيلعب كذا وانه بيتمايز بكذا يقرخ يعني اه حاجة كده يعني يا رب يا رب ان شاء الله يلاقيه ده في البيت القديم اه والله هاجيبهو لك نشوف بس الناس دي الناس العظيمة دي اه الناس العظيمة اه